السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي على اليوتيوب بتمنى منكم قبل من ندفذ المقطع تدعمني بلايك وتشترك في القناة إذا ما نكنت مشترك وللأشخاص الجدد اللي بيشاهدوا هذا الفيديو بتمنى منهم نشركوا في القناة ويفعل زر الدرس لأنه إن شاء الله فيه شرحات جديدة في الأيام القادمة طبعا ما بدنا نطول عليكم بالمقدمة ولا بالشرح كلام مختصر خلال دقيقة واحدة كيف ممكن تحذف جميع منشورات الفيسبوك بدون مواقع بدون برامج بدون خطر بدون هالكلام الفاضي كله من خلال تطبيق الفيسبوك نفسه تمام فيك تحذف جميع بوستاتك تمام المنشورات طيب الآن لو رحنا على الأددات طيب ولو رحنا على سجل النشاطات لو رحنا على سجل النشاطات زي ما بتشوفوا هان سجل النشاطات الآن لو رحنا على إدارة منشوراتك على إدارة منشوراتك هان نشوف المنشورات كل اللي عليك فقط كل اللي عليك تضغط على كلمة الكل هان تمام؟ شايفين؟ الكل اتحددها تمام؟ بعد الكل سلة المهملات بتحط في سلة المهملات وبتعمل نقل إلى سلة المهملات تمام؟ الآن أول شي رح يزف عشرة هو تمام؟ رح يزف عشرة الآن بدك تروح هان على الكل الآن رح أحدد الآن 26 26 هدولة كل منشورات نحزفهم كلهم نقل إلى سلة المهملات تمام؟ طبعا طريقة مضمونة جدا زي ما بتشوفوا ما ضل ولا منشور عندي الآن لو نرجع نشوف طبعا زي ما بتشوفوا لو نرجع نشوف ما بتلاقوا ولا منشور تمام؟ ما بتلاقوا ولا منشور بالحساب كل المنشورات نحزفوا طيب كيف ممكن إحنا لو نرجع البوستات شوفوا في ميزة حلوة بالخطوة هادة انت بتحزف البوستات من هان وانت بإمكانك بنفس اللحظة ترجحهم الآن لو نرجع بس تمام؟ الآن احنا قولنا بنرجع اللي هو المنشورات اللي حذفناهم نخليهم يضروا تاني مرة بروح نفس الخطوات على الإعدادات سجلات النشاط وسجل النشاطات تمام؟ سجل النشاطات بتروح على سلة المهملات هان سلة المهملات تضغط عليها انت بإمكانك تستعيد البوستات اللي حذفتها ما في أي مشكلة تضغط على الكل تضغط هنا استعادة زي ما بتشوفه بإمكانك تستعيدهم طيب لو ضغطنا على استعادة عشان يعني نكون كل شيء موضح بالتفصيل ولو رجعنا للحساب طبعا زي ما بتشوفه قبل شوي قولنا نوحة كينا انه المنشورات الحذف ولكن نرجعه تمام؟ المنشورات ترجعه ما في أي مشكلة ياريت إذا عجبتكم الطريقة تدعمونا بلايك تشتركوا في القناة عندكم ما أي مشكلة حطولها في التعليقات وأنا إن شاء الله رح أرض على الجميع في جنب الشاشة بتلاقوا حسابي على الفيسبوك تواصلوا عليه إذا عندكم أي مشاكل مع تحيات أخوكم سايب عودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر